أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صباح اليوم صلاة عيد الأطحى المبارك وأدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد الشيخ راشد في زعبيل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وجمع من المصلين واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والمصلون إلى خطبة العيد التي شدد من خلالها إمام وخطيب الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على أهمية الأضحية التي باتت سنة عند المسلمين وتطرق الدكتور الحداد للتضحية بالنفس والنفيس من أجل الوطن وحماية الدين والعرض والأرض والمال وإطاعة أولي الأمر منا الذين يحبوننا ونحبهم ويدعون لنا وندعو لهم بالخير والتوفيق والإيمان مؤكدا أن الحياة السعيدة في الأوطان لا تقوم دون تضحيات وحماية هذه الكليات الأرض والنفس والعرض والدين والأوطان ودعا في ختام خطبته الباري عز وجل أن يحمي دولتنا من كل الشرور ويحفظ قائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ خليف بن زايدا لنهيان رئيس الدولة ويتمم عليه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي وأن يكلأهما برعايته وعنايته الربانية ويوفقهما وسير أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في عمل الخير وحماية الوطن وإسعاد الناس وإعلاء راية الإسلام والوطن كما ابتهل إلى الخالق تبارك وتعالى أن يتغمد الراحل الكبير الشيخ زايد طيب الله ثراه بواسع رحمته ورضوانه وأن يرحم الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه والشيخ مكتوم بن راشد المكتوم رحمه الله والشيخ الشاب الراحل راشد بن محمد بن راشد المكتوم رحمه الله وأن يسكينهم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمة الله فسيح جناته إنه قريب سميع مجيب التعاء ونحن حظه من الأمم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظ ولي أمرنا وقائد مسيرتنا الشيخ خليف بن زايد ومتعه اللهم بوافر الصحة والعافية واحفظ يا إلهنا ويا ربنا نائبه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسائر حكامنا وسائر ولاة المسلمين وسائر المسلمين يا أرحم الراحمين احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم وأنعم علينا نعمة الأمن والإيمان في هذا الوطن الغالي يا أرحم الراحمين اللهم أدم علينا نعمة الأمن والرخاء والسعادة يا أرحم الراحمين اللهم وارحم شيوخنا الذين قضوا نحبهم وأفضوا بين يديك يا أرحم الراحمين الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم والشيخ راشد بن محمد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا أكرم الأكرمين اللهم وارحمنا وارحم جميع المسلمين يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بخير